الجميع يتحدثون عن أمريكا ويتحدثون عن أوروبا ويتحدثون عن روسيا وعن الصين بينما الكل يغفل أو يتغافل أو لا يرغب في أن يتحدث على أن الذي يدير ويصنع ويتحكم اليوم في السياسة العالمية هي العائلات المالية الأربع الكبرى هذه العائلات التي وضعت خطة منذ القرن السبع عشر واستطاعت من القرن السبع عشر وحتى الفين وتسعة عشر أن تبني مؤسسات مالية تمتلك من خلالها سياسة أغلب جزء في الأرض وتتحكم في أغلب سياسات الأرض من خلال تشابك هذه السياسات ومن خلال ما يعرف خطأا بالمصالح فإن توقفنا أمام لغة الإعلام في هذا الوقت من خلال تقديمها للغة القادة السياسيين نجد أن الولايات المتحدة الأمريكية تتحدث عن شركاء له وروسيا الاتحادية تتحدث عن شركاء لها والصين تتحدث عن شركاء لها وأوروبا تتحدث عن شركاء له إذن أن القوى القبرى التي تتحكم في صياغة سياسة الأرض ظاهريا بينما العائلات المالية الأربع هي التي تدير تلك السياسات أصبحت تتحدث بلفظ جديد وهو الشركاء ترجمة نانسي قنقر